تشكل نساء الملوك والسلاطين مادة دسمة نظرا لما يحملن من الكثير من الأسرار والخبايا بحكم قرمهن من موقع الأحداث وما يتسمن به من الغموض الذي يلف حيثهن شكلت زوجات الحسنتان دائما فضولا تقافيا ومعرفيا لدى المؤرخين ومادة للبحث وكذلك أسئلة مقلقة عن نمط التعامل بين الملك الحسن الثاني وزوجاته وكيف تم اختيارهن وعلى أي مقاس في هذا التقرير التاريخي نتعرف عن قرب عن زوجة الملك الثانية فاطمة حمو أو الملقبة بلا لطيفة أم حزون وكيف اخترها الملك الحسن الثاني وكيف عاشت معه الكثير من الأحداث والوقائع التاريخية إبان حكم الحسن الثاني يبقوا معنا دعموا القلاة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى بداية تنحدر الأميرة لطيفة أم حزون والدة الملك محمد السادس والأمير راشيد والأميرات حسناء وأسماء ومريم من منطقة زايان الأمازيغية بوسط المغرب وهي بنت أحد كبار شيخ قبيلة زايان وقد كانت الأميرة لطيفة تحمل اسم فاطمة حمو لكنها دعيت باسم لطيفة تجنبا للخلق مع الزوجة الأولى للملك الراحل الحسن الثاني وهي فاطمة أمهروق بنت القائد أمهروق وللأميرة شقيقتان أمينة وحفصة لتان تعيشان رفقة باقي العائلة أم حزون بمنطقة الأطلس المتوسط وتحديدا بعروس الأطلس مدينة حنيفرة لطيفة أم حزون من مواليد عام 1946 دخلت القصر الملكي في البداية رفقة إحدى بنات عمها كجزء من حريم الملك الراحل الحسن الثاني غير أن الحظ يبتسم لها وسيفتح أبابها أبواب القصر الكبيرة حين استطعت أن تتير بجاذبيتها شخصيتها القوية الملك فاخترها لتكون زوجة لها وأما لأبنائه وتزوج بها عام 1961 برغم أنها لم تكن أجمل من ابنة عمها أو أجمل من باقي نساء الحريم اللواتي كان يغمرن مقصورات القصر الملكي ونذرن أنفسهن للملك الراحل الحسن الثاني حيث لم يكن من حقهن الإنجاب أو مغادرة القصر الملكي للإشارة أنجبت الأميرة للا ميريم وعمرها 16 عاماً كما أنجبت الملكة محمد السادس وعمرها 17 عاماً بمعنى أنها أنجبت أطفالها الخمسة في وقت مذكر وهي لا تزال صغيرة جداً كما أنها أنجبت أطفالها الخمسة في عقد الستينيات من القرن الماضي كما أنها أنجبت آخر أطفالها الأمير رشيد وعمرها 24 عاماً الأميرة لطيفة تحتفظ بالكثير من مقومات جمال الأطلس سنتقل بين مراكو شواب أريز ويدير أعمالها مديره الحرس الخاص للراحل الحسن الثاني الحاج المديوري هي الملكة الأم كما يحلل الصحافة الأجنبية التي تتتبع خطواتها في باريز وصفها وهي والدة محمد السادس التي تجمعه بها أحاسيسة مرهفة وعلاقة تتجاوز الأمومة إلى علاقة عصية على الفهم وجزء من معادلتها المعقدة الترجح التأرجح بين شخصية ذاهية الحسن الثاني القاسية وأم ولي العهد التي ولجت القصر وعمرها لا يتعدى الأربعة عشر ربيعاً فدخلت عالم الضل غارقاً في التمتلات والاستهامات والتخيلات من وحي ليالي ألف ليلة وليلة ورغم غيابها الرسمي فقد أفرد الملك محمد السادس في أحد حواراته التي تعد على رؤوس الأصابع حيزاً مهماً وهو يحن إليها يقول أنا شديد الارتباط بوالدتي وشقيقي وشقيقاتي الثلاث أنا نفسي نصف أمازيغي ويسيكون إذن من قبيل التنكر لجزء من تقافتي وأصولي إن لم أفعل ذلك أنا مع الأسف لا أتحدث بالأمازيغية لأنها لم تكن ضمن المقرر الدراسي الذي لقنته ولكن بودي أن أتمكن من إيجاد الوقت الكافي لتعلمها إن المغرب هو مزيج من الثقافات ويعرف عن الأميرة للا لطيفة أنها امرأة كتومة وحريصة على البقاء في الظل وتقيم أم الملك محمد السادس بين طريق النخيل بمراكش وانوي بباريز في إقامة تجمع بين الرخام الأبيض والأخضر المرصع بماء الدهب بزنقة هنري باريز الواقعة بنويه والتي تبلغ ثمن العقار فيها منذ سنوات خلت مبلغ خيالية وهي الإقامة التي قل ما تفتح شبابك الخارجية بحكم أن تمت أكبر من منفذ بالبناية الأسطورية يمكنها من الانفتاح على العالم الخارجي هذا في الوقت الذي يخيل للمرى الباريزيين من أترياء الجمهورية الفرنسية القطينين بمدينة نوي أنها منغلقة على ذاتها في منفاه الاختياري بحيث لم يظهر لها أثر بعد وفاة الحسن الثاني سنة 1999 رغم الظهور المتواتر للنساء القصر والظهور العلني لأول مرة لزوجة أحد الملوك العلويين في الشخص للا سلمة ومنحها لقب أميرة والمرى الوحيدة التي برز فيها اسم للا طيفة تزامعت مع تصرب نبأ تبنيها حالة طفل ياسين الذي كان مهملا بأحد السطوح مراكو شيقتاته على ما تبقى من فتاة الكلاب التي نهشت وجهه لدرجة أنها حرصت على التكفل بمصارف علاجه بما في ذلك العملية التجميلية التي أصرت على أن يجريها في أشهر المصحات الباريزية المختصة في التجميل كما استحبته معها عند آدائها آخر مرة لمناسك العمرة وظهرت الأميرة للا طيفة مؤخرا وكأنها شابة في الأربعينيات في ردائها التلجيل الذي كثيرا ما ترتديه في جو مراكوش الساخن رفقة محمد الميديوري رئيس الحرص السابق للحسن الثاني والأكثر صرامة يتقدم الحراس الخاصين لوالدة الملك تقدمت لتقصة شريطة تدشين مسجد الهدى ببعكاز بالقرب من مطار مارم مراكوش سجلت الفترة الماضية حضورا قويا للأميرة للا طيفة على صفحات الجرائد حيث استأترت قضية تعرضها للنصب بمدينة مراكوش باهتمام مختلف الجرائد وتحضى جلسات محاكمة المتهمين بقضية النصب على والدة الملك باهتمام ومتابعة كبيرين إلى جانب طرح أسبوعية المشعل قضية أخرى تتعلق بعائلة الأميرة للاطيفة حيث نشرت الجريدة شهادات مواطنين وفلاحين قالوا إنهم كانوا ضحية عمليات السطو لأراضهم على يد حفصة أمحزون خالة الملك محمد السادس وعن ترأس زوج أمينة أمحزون الشقيقة الثانية لأم الملك عصابة تهدد أملاك المواطنين كما ذكرت الجريدة أن جاهد بن خالة محمد السادس حفصة أمحزون ينصب على المواطنين ويعدهم بمناصب شغل وهمية ليسلبهم أموالهم من خلال تتبع سيرة للا لاطيفة يتبين أنها تزوجت في عمر صغير 14 عاما وظلت مشغولة بطربية الأبناء كما أنها ظلت بعيدة عن الشأن السياسي وليست هناك دراسة معمقة عن علاقتها بأبنائها وبناتها أو بزوجها وكيف كانت تعيش معهم وكيف قدوا طفولتهم معها وشبابهم هي الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى الكثير من البحث التاريخي ومن الوطائق الاكتمالي صورة الزوجة الثانية في حياة الملك الثاني وفي حياة رجل متقلب الأهواء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا فلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جم